من مقر المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوت الجديدة بمحافظة أسيوت شهيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ أسيوت مراسم توقيع أربع مذكرات تفاهم تستهدف تدريب وتوفير فرص عمل لخرجي الجامعات بمحافظات الصعيد في مجال البرمجيات وبناء القدرات والتطوير المؤسسي الرقمي لأبناء المحافظة مستمرون في جذب المزيد والمزيد من شباب أسيوت لمختلف المبادرات التدريبية للحقهم بسوق العمل خلال الفعاليات اليوم وقعنا اتفاقياتين مع شركتين من كبريات الشركات العاملة في مجال التعهيد تحديدا في مجال البرمج المدمجة لخلق أكثر من 700 فرصة عمل خلال 18 شهر القادمة في أسيوت نصدر من خلالها خدمات رقمية إلى مختلف دول العالم وبحسب محافظ أسيوت فإن المحافظة شهدت نقلة نوعية كبيرة في مختلف القطاعات ومنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإنترنت والمبادرات الرقمية لدعم الشباب فضلا عن تأهيلهم لخلق فرص يلحقوا بسوق العمل المحلي والدولي المبادر الرئيسية الكريمة في قامة صدر رئيس الجمهورية حياة كريمة احنا بنتكلم في 149 قرية 149 قرية في 7 مراكز لما دخلوا المرحلة الأولى آخر حاجة آخر حاجة بتتحط فيه القرى هي الكوابل الألياف الخاصة بالنت والإنترنت هناك أكثر من 50 قرية دخل فيها هذه الخدمة وما زال بيحصل تتابع في هذه الخدمة لخدمة النت الفائف السرعة عقب ذلك قام الوزير يرافقه محافظ أسيط بجولة تفقدية لعدد من الشركات المحلية والعالمية والتقى بشباب العاملين الذين أعربوا عن سعادتهم لما حققوه في مجال عملهم وتدريبهم على أحدث النظم والبرامج التكنولوجية الحديثة هو إن إحنا دلوقتي بقينا مجرد يعني مش مجرد إن شغل بنروح ونرجع لا بيبقى فيه opportunity إن إحنا نتعلم حتى بيبقى فيه support إن إحنا ناخد مسترز بيبقى فيه support إن إحنا لو أي كورسات جديدة فتحت مثلا بتقدمها وزارة الاتصالات ناخدها فكل ده يعني غير الشغل مجالسة فتوير ممكن يلاقي فرص أسهل بأنه يبزي المجرود أكتر ويتعلم أكتر فيقدر يلاقي فرص أسهل في مجالسة القطاع الخاص يعني المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوت الجديدة تعد واحدة من روافض الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان المصري فضلا عن جذب وضخ استثمارات عالمية جديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالسوق المصري لتوفير فرص عمل للشباب على الصعي ضيين الداخلي والخارجي